موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث والتي سنناقش فيها التحركات العسكرية والقبلية في محيط صنعاء وسيناريوهات المعركة المقبلة يسود الحديث عن تحركات ناشطة في محيط العاصمة صنعاء تحركات عسكرية وأخرى قبلية بهدف تغيير موازن القوى والتمهيد لمعركة صنعاء الكبرى بعد أن طغت السعدادات الحسم العسكري على واجهة التحركات والتصريحات خاصة مع تحرير أجزاء كبيرة من البلاد وفي ظل عدم إحراز أي تقدم معلن في الجانب السياسي وتقل فرص الحل السياسي بسبب تعالت الميليشيا الخطي وصالح ورفض التزامها بتطبيق القرار الدولي 2216 في مقابل تقدم ميداني للمقاومة والقوات الموالية للشرعية ما يشجع في مواصلة الحسم العسكري إلى حين استعادت الدولة كاملة وبسط نفوذها في جميع المدن وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون الحكوميون عن خطة تمت الموافقة عليها سعدادا لتحرير صنعاء تحضر العديد من السيناريوهات والتفاصيل المرتبطة بما تبقى من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا والطرق المؤدية إلى صنعاء وأهمية موقع كل واحدة منها واحتمالات المواجهة فيها وفقا للتطورات الأخيرة وخارطة الانتشار العسكري والنفوذ الاجتماعي سيناريوهات معركة صنعاء المقبلة والتحركات حول الطوق المحيط بها موضوع حلقتنا الليلة من زوايا الحدث لكن مشاهدين قبل أن نبدأ سنذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود نشاط محموم وسبق مع الزمان في محيط العاصمة صنعاء إعادة ترتيب التحالفات من أجل تقليل حجم الخسائر على الميدان هكذا تقول الوقاية على الأرض على أكثر من جبهة في الطوق المحيط بصنعاء بعد أن أخذت المعركة حول صنعاء بعدا جديدا وأصبحت أقرب إلى العاصمة من أي وقت يسود الحديث عن تحضيرات مكثفة من قبل قوات الشرعية في معركة تغيير موازين القوى فتهرأ وأدوات صالح والحوثيين لتتحسس حضورها وأحزمتها في أوساط قبائل المحافظة بهدف تفادي سقوطها المفاجئ تؤكد الأخبار أن قيادات في ميليشي الحوثي وصالح دشنت اجتماعات ميدانية لبقية مقاتلها في مديريات محافظة صنعاء ابتدأت من مديرية بني حشيش التي تقف على بعد كيلو مترات من العاصمة كما دشنت اجتماعات ممثلة في مديريات أخرى بينها همدان وبني مطر الأمن العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزكا رأس اجتماعنا لسبوع الماضي في بني مطر وحتى القبائل فيه على اليقظة والتأهب للقتال ضد شرعية وهي إشارة يقول مراقبون إلى حجم المخاوف التي باتت تهيمن على هاجس المخلوع والمقربين منه زاد من ذلك وطيرة التحرك النشط للخبير في موازين القوى ورجل التجارب العسكرية نائب القائد العلى للقوات المسلحة علي محسن الأحمر بحسب الشرق الأوسط فإن الأحمر يكثف من لقاءاته بمشائخ القبائل في محيط العاصمة بعد أن وصل مؤخرا إلى مأرب مركز العمليات العسكرية لقوات الشرعية والتحالف العربي المصادر ذاتها أشارت إلى أن فحوة حركات الأحمر ولقاءاته واتصالاته تصب باتجاه دعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني في عملياتهما التي تجري في شرق صنعاء والجبهات التي يجري الاستعداد لفتحها في الاتجاهات الأخرى حيث تؤكد القيادة السياسية والعسكرية أنها تسعى إلى تحرير العاصمة بأقل الخسائر وتجنيب هاويلات الحرب لكن أي من السيناريوهات لا تبدو مؤكدة حتى الآن بالنظر إلى تعقيدات الوضع وما ستفضي إليه التحركات في الأيام المقبلة فالتحولات المرتقبة لا يمكن فصلها عن استمرار توغل قوات شرعية عسكريا باتجاه العاصمة أو القبول بحل سياسي لتفادي الخيار العسكري أو المواجهة حتى النهاية إذن مشاهدين سنبتدع نقاش حلقتنا لهذا اليوم سيكون معنا ضيوفنا من عمان الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج ومن الرياض عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء محمد عايض على أن ينضم إلينا مؤخرا من لندن المحلل السياسي سمير الشيباني ولكن مشاهدين سنبدأ الآن مع سيادة العميد سمير الحاج سيادة العميد مساء الخير مساء النور أخي العزيز سيادة العميد طغت الترتيبات والاستعدادات لحسم معركة صنعاء على واجهة التحركات والتصريحات لكن الحسم لم يبدأ بعد ما الذي يؤخر قوات الجيش الوطني والمقاومة عن التقدم لحسم المعركة في صنعاء شكرا لك أخي الحبيب ولكناتكم المحترمة الحقيقة أولا دعنا نتفك على موضوع الحسم كلمة الحسم نعم إذا كان المقصود بالحسم هو الاكتياح فهذا أمر آخر لكن الحسم له طرق المتعددة وكان تقريركم الحقيقة رائع في توصيف ما يدور الآن من اتصالات مباشرة وغير مباشرة سواء أن يقوم بها شخصيات في الجيش الوطني أو النابل قائد العدد للقوات المسلحة أو بعض الشخصيات العسكرية ببعض زملائهم كل هذا يصل في موضوع أن تحسب معركة العاصمة وكما قال بأقل التكاليف اليوم المشهد تغير كما كنا نقول سابقا أنهم قرد أن تقترب القوات سيكون هناك تغير في المشهد الحركات التي هي والتحركات التي يقوم بها الأنصار المخلوع والحوذي هي في حقيقة الأمر أصبحت حركات ميتة وغير قابلة للحياة هم ينفقون في قبائل أصبحت تشعر بالضيق والضمك وأصبحت تعاني من ويلاتا لهذه الحرب التي ربما لن تنتهي نعم ولكن سيادة العميد منذ ما يقارب النصف شهر حتى اليوم توقفت قوات الجيش الوطني عند فرضة نيم نحن لا نتحدث عن الحسم ولكن تقدم المقاومة على الأقل إذا ما قلنا إلى مشارف مطار صنعاء مثلا سيشكل نوع من الضغط على هذه الميليشية التي تسيطر على العاصمة لماذا التوقف عند هذه النقطة تحديدا؟ من حيث المبدأ أني أتفق معك في أنه فعلا نحن نصير بشكل بطيء لكن أنا في تقديري كأرجو العسكري ومتابع ومراقب وناطق باسم الجيش الوطني لا أحبذ أبدا الانطلاق الغير مدروس والغير مرتب نحن نتحرك بخطط مرتبة ومدروسة يعني يطلع عليها وينفذها رئاسة حيثة الأركان وأيضا القيادة العسكرية العليا بكياسة الرئيس عبد الربو منصر وكذلك قوات التحالف وهذه القوات على الأرض في الميدان من القادة والعسكريين ومن ثم دعنا نقول أن العمل يسير بالطريقة التي يراها العسكري على الميدان وربما أحيانا بعض الاستعقال يحدث لنا كثير من الخسائر فالأمر تسير بشكل طيب في تقديره ولا نستعقل للنتائج بشكل كبير نحن بالأمس كنا نتحدث عن معركة حدن ثم معركة ماري بل يوم معركة صنعاء وهكذا نعم لكن سيادة العميد هل هناك خطط للتحالف غير عسكرية في مسألة معركة صنعاء يعني ما هي هذه الخطط التي تقومون بها من أجل يعني العمل على حسم المعركة قد نقول بطريقة غير عسكرية هو من المؤكد حتى الآن أن حسم المعركة سيكون عسكريا لكن دعني أقول لا أهمل ولا أقفي ولا أعلن سر أن هناك اتصالات كثيرة تدور مع بعض الشخصيات في وسط العاصمة وحولها منذ مدة كبيرة هذه الاتصالات ربما نجحت إلى حد كبير جدا الآن ونحن أمام مشاهد كثيرة تنرى القبائل بضاءة ترفض أن ترسل أبناءها إلى المحركة بدأ المشايخ يرفعون أصواتهم قليلا يعني بدأ الناس يتململون هذا الوضع الكارذي الذي يريد صالح والحودي أن يوصلهم إليه ففي تقديري أن هذه كلها الاتصالات والتواصل مع كثير من الجهات ربما سيكون له أيضا دور لكنه لم يكون الدور الحاسم في المحصل نعم سيادة العميد تكرم بالبقاء معنا سنذهب إلى ضيفنا الآخر سينضم إلينا من الرياض عضو مجلس مقاومة صنعاء السيد محمد عائد سيد محمد مساء الخير مساء الأنوار حياك أخي سيد محمد ضعنا في صورة الترتيبات الجارية في محيط صنعاء والإعداد لمعركة استعادة العاصمة بداية نترحم على أرواح الشهداء الأبرار وندعو الله عز وجل أن يشفي الجرحة الشفاء العاجل نعم ونشكر ضيفكم الكريم الناطق باسم الجيش ونشكركم على هذه الأطلالة ونبشركم بأن الأمور كما تفضل ضيفكم الكريم تمشي على قدم أساب وفي ترتيب محكم في شقيه الجانب العسكري وأيضا الجانب التنسيق مع شيوخ القبل والوجاهة الاجتماعية والقيادات المعنية في المحافظة في أمانة العاصمة نعم وبإذن الله عز وجل في القريبة العاجل ستكون هناك تقدم ملموس وملحوب ونحن الآن بمصدر ترتيب بعض الألوية نعم بالتنسيق مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية نعم وإن شاء الله المعركة نعم سيد محمد هل هناك تحضير لجبهات أخرى إضافة إلى جبهة نهم في حسم معركة صنعاء نعم بالضبط كما تكرمت أنه نحن الآن بصدر ترتيب ألوية لفتح عدة جبهات من عدة محاور ونحن على وشكل انتهاء منها وفي القريب العاجل إن شاء الله ستنطلق عدة معارك في عدة محاور ونأمل أن تكون التقدم سلس بفضل جهود الوجهات في أمانة العاصمة وفي المحافظة ما مدى التنسيق بينكم وبين وجهاء القبائل في المحيطة للعاصمة صنعاء؟ ما مدى التنسيق؟ نحن على تنسيق دائم وهم متجاوبون بشكل كبير نعم وقد تفضل تعادة الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بالتواصل مع عدد من المشاعر وفي كما ذكرت لك وعود كبيرة جدا وأمور مبشرة وكل يرفض هذه الميليشية وكلهم على استعداد بالإستحام الشرعية وقوات الجيش الوطن إن شاء الله نعم سيد محمد عيض إبقى معنا سنعود إلى ضيفنا العميد سمير الحاق سيادة العميد إلى أين توصلت قوات الشرعية فيما يتعلق بتغيير موازين القوى في محيط صنعاء؟ هل باتت المعادلة القبلية في صالح قوات الشرعية حتى الآن في محيط العاصمة؟ أم لا تزال المعادلة في صالح ميليشيا الحوثي والمخلوع حتى اللحظة؟ السؤال جيد على إتحال كما تفضل أخونا الكريم الأستاذ محمد عهد الموضوع يتعلق بمدى استجابة هذه القبل وأعتقد أننا نحن الآن بفضل وعود كبيرة جدا من كثير من القبائل والقيادات القبلية وحتى قيادات لحق فيك في الحرس الجمهوري وفي الجيش الذي لا زال يقاتل معنا عبد الله صالح ربما أصبح متأهب للانتفاضة عن هذا الانقلاب البغيظ الذي أودى البلاد إلى المهالك المعادلة تغيرت جدا موازن القوى تغيرت جدا أيضا نحن أمام خيار واحد فقط إما أن يسلم هؤلاء بشرعية للدولة وتعود الدولة إلى مقرياتها أو الاستبراز في الحسم حتى يقوم الشعب بتقرير ما يريد ودحر هذا الانقلاب نعم هل هناك خطة مرسومة متفق عليها بين الشرعية وقوات التحالف لتحرير صنعاء أم لم يمحسن بعد هذا التوافق في خطة معينة؟ لا دعني أؤكد لك بما لها دعم مجال الشك أن العمل يسير وفق خطة متفق عليها ومرتبة يعني موجود فيها التحالف وموجود فيها المقاومة الشعبية وموجود فيها الجيش الوطني والذي أصبح يشكل عدد كبير جدا من القوى للدافع نحو العاصمة الصنعاء وأيضا في بقية المحافظات الأمور تسير بموجب ترتيب يعني ليس عشوائي ولم موجب ترتيب وتنظيم دقيق على أرض المعركة وعلى مسرح العمليات ومن ثم ربما هذا الذي أشرت إليه في البداية أن الأمور تسير بشكل أحيانا بطيء ولعل هذا البطء يعني يرجع إلى دقة تنفيذ هذه الخطط وأيضا إلى تقنب إزهاق أرواح ضحايا أو التأثير على المدنيين نعم سيادة العميد عضو مجلس المقاومة في صنعاء تحدث أن هناك قوات يتم التحضير لها لحسم معركة صنعاء ما مدى حجم هذه القوات وهل هي كافية في حسم المعركة؟ أنا أتحضر عليكم ما تابعتم من قبل أن الألوية التي تقدمت من مأرب ومن الجوف باتجاه العاصمة الصنعاء وحققت نجاحات كبيرة جدا في فرضة نهم والآن يعد مثل هذه القوة لفتح جبهة جديدة ربما ليس من المفيدة الإعلان عنها الآن في هذه اللحظات ولكن عندها ستسمعون إن شاء الله تعالى أين ستعمل وكيف ستعمل وكم حجمها نعم سيادة العميد يجري الحديث عن حزمة قرارات تهدف لإجراء تغييرات في المراكز القيادية للجيش الوطني والمقاومة وبعض المناطق العسكرية هل لهذه القرارات علاقة بعملية تحرير العاصمة صنعاء؟ وعلى أي حالنا شخصيا لست مع هذا الحديث لأنه لا يوجد هذا الحديث ربما إلا في بعض مواقع التواصل وبعض الأفكار لبعض الأشخاص وأحيانا تكون تخيلت مع فيما يتعلق بالمنطقة العسكرية السابعة مثلا سيادة العميدة المنطقة العسكرية السابعة المنطقة العسكرية السابعة تظل هي منطقة في وسط البلاد وهذا لا يعتبر تغيير وإنما يعتبر قرار بتحديد لأنه لا يوجد إلى الآن قائد لهذه المنطقة لكن أنا أقول أن الحديث عن مثل هذه الأمور القيادة العسكرية والقيادة السياسية عندما تريد أن تغير بأي سبب لخدمة المعركة ستصدر قراراتها في نفس الوقت ولا داعي لأن نشوشر ونتحدث تغيير هنا وتغيير هناك لأن هذا ربما يعني يؤثر على مسار المعركة معنويا على الأفراد والضباط نعم سؤال آخر سيادة العميد هناك رؤى تتفق على أن التحالف العربي لم يضع ثقة له خلف معركة تحرير صنعاء وإلا كانت المعركة ستحسم في وقت سابق ما صحة هذه الرؤى؟ أنا أقول أن هذا كلام غير دقيق تماما ودعني أفترض حصل النية في من يقول مثل هذه الرؤية نعم بأنه ليس لديه معلومات دقيقة المعلومات الدقيقة تقول أن دول التحالف أخذ على تعاتقها هدفين رئيسيين وهي تسعى لهم الهدف الأول إزالة الإنقلاب وإعادة الحكومة الشرعية والهدف الثاني هو تأمين المواطنة لليمني والثالث الذي سأتي فيما بعد إعادة الإعمار والبناء هذه الهدف تسير مع بعض ولا زالت بثقلها كاملة نعم سيادة العميد الناطق باسم الجيش الوطني كنت معنا عبر الهاتف من عمان شكرا لك نعود إلى ضيفنا سيد محمد عيض سيد محمد هناك تحركات نشطة لقيادات الحوثي والمخلوع في مديريات محافظة صنعاء بهدف تفادي سقوط العاصمة بيد شرعية إلى أي حد تستطيع الميليشيا حجد ما تبقى لها من تكتلات لمحاربة شرعية وصد قوات الجيش والمقاومة عن دخول العاصمة صنعاء نعم نضمنكم بأن هذا هي الرفسة الأخيرة التي يقومون بها وهذا أكبر دليل على ارتباكهم وعلى تخوفهم ومدى انهياراتهم الميدانية وأيضا انهياراتهم النفسية وهم الآن يعانون من تخبط وهذه اللقاءات بإذن الله أنها فاشلة وكل القبل الآن كما ذكر سعدة العميد بأنهم غالبية القبائل الآن ترفض بإرسال أبناءها إلى المحرقة وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل التواصل الحقيق من قيادة المقاومة والجيش الوطني والقيادة السياسية مع قبل محافظة صنعاء ونحن على ثقة بأن تكون هذه الاجتماعات وبال عليهم وأنهم في لحظاتهم الأخيرة وهم الآن يعانون من انهيارات وتفكك وتشتس ولا يستطيعون الآن أن يحسموا أي معركة فهم في انهيار وكل يوم يزدادوا سوءا فعلى سبيل المثال الآن يدفعوا تعليزات فخمة إلى نهر ولم يتقدموا شبرا واحدا حيث أن المقاومة الشعبية والجيش الوطني في نهر يتصدى لهم ببتالة وكل يوم مزيد من الأسرة والقتلة وكثير من الغناعم والخسائر فهذا يدل على أنهم في آخر أيامهم إن شاء الله وستكمعون كما ذكرت لك آنفا أنها ستفتح عدة محاور من عدة مديريات وبإذن الله أنها ستكون حتى انتفاضها من الداخل وإن شاء الله أنه يتم تحرير أمانة العاصمة في القريب العاجل سيد محمد تكرم بالبقاء معنا سنرحب بضيفنا الدكتور سمير الشيباني المحلل السياسي من لندن دكتور سمير مساء الخير أهلا بك مساء النور دكتور سمير كيف تقرون التحركات والتصريحات المتعلقة بحسن معركة صنعاء طبعا لا يمكن قراءة التصريحات ومقريات الأمور على الأرض إلا في إطار واحد وهو أن النية لحسم الموضوع بشكل نهايي قد عقدت وأن القيادة الشرعية وبالتات قيادة الأخ الرئيس قد تمكنت الآن من تجهيز كما يقال باللغة العسكرية تجهيز كل مستلزمات الجهوزية العسكرية وبالتالي نحن في اللحظات الأخيرة من معركة صنعاء التي بالتأكيد تكون لها انعكاس ولكن دكتور هل ترى أن موعد الحسم في معركة صنعاء تأخر أم ما زال الوقت مبكرا بالنظر إلى البيئة القبلية المحيطة بالعاصمة بالتأكيد لا يمكن الحديث عن أن فيما يتعلق بفن الحروب من أن المنقذ قد تأخر لأن المنقذ لا يأتي إلا في وقته عندما تنضغ الشروط الذاتية والموضوعية بالكامل وأعتقد أن واحد من معوقات التسريع بإنجاز العمل العسكرية في صنعاء هو ما كان يظن أن صنعاء وما حولها من العواصم وأقصد بشكل عام ما يمكن تثميته بإقليم آزال كان يعتقد أن به حاضنة شعبية كبيرة لجماعة العوثي وعلي عبدالله صالح لكن اتضح أن هذا التصور تصور وهمي ولم يكن كما كان الناس يتصوروا لهذا أعتقد أن العمل من أقل الضمان الانتصاب بأقل كما قال الأخ المتحدث السابق بأقل قدر ممكن من الخصائر هو الذي أدى إلى التريض في الدخول في الحقيقة عمليات حسن شاملة كاملة سواء في صنعاء أو في مناطق أخرى أعتقد أن المعارك في اليمن الأسفل وفي تهامة وفي المنطقة الوسطى وفي صنعاء مترابطة هي ليست إلا مشاهد مختلفة من معركة واحدة إذا تمكنت المعركة الرئيسية من استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء بالكامل أعتقد أن بقية القبهات ستنهر بشكل دراماتيكي سريع نعم دكتور ولكن الحجد القائم حول معركة تحرير صنعاء هل هذا الحجد سيقلل من فرص الحل السياسي أم أنه سيدفع الميليشيا إلى العودة إلى المسار السياسي لا هو في الحقيقة لا موجود للحديث الآن عن حل السياسي الحل السياسي هو نهاية المعركة بدرجة أولى تعادة الشرعية للدولة بدرجة أولى بعد كذا سيقعد كل من يقر بشرعية الدولة كل من يقر بضرورة إحداث التغيير الذي خرج من أجل أبناء الشعب اليمني في الشمال والقنوب في الشرق والغرب وفي كل قرية ومدينة من مدن وقرى اليمن عندما تعاد الشرعية إلى البلاد حينها يمكن أن نتحدث عن عملية سياسية تؤدي لتحقيق ما يمكن أن أسميه الديمقراطية التوافقية التي ستساعد اليمنيين على بناء الدولة المدنية الحديثة التي هي مطلب التغيير الأساسي الحديث الآن عن عمل سياسي دون أن يتم استعادة الدولة هذا حديث وهمي ليس له أساس من الواقع بالدات بعد تلك الخفائر الكبيرة التي قدمها أبناء هذا الشعب بعد التضحيات العظيمة التي قدمت من أرواح ودماء أبناءنا لم يعد هناك مغالا للحديث عن عملية سياسية العملية السياسية الوحيدة المطروحة هي إنهاء المعركة والسعادة بناء الدولة نعم دكتور تكرم بالبقاء معنا سنعود لضيفنا الآخر عضو مجلس مقاومة صنعاء السيد محمد عيد سيد محمد يقال أن هناك تحالفا مناهضا لميليشيا الحوثي بدأ يتسع ويشمل عشائر مؤثرة في محيط صنعاء هل يمكن أن يشكل نقطة ضعف بالنسبة للميليشيا وقد تساهم هذه الخطوة على السعادة العاصمة بالتأكيد أخي العزيز نحن يوم بعد يوم نشاهد كثير من مشاخ القبل يتهاون ويتساقطون من حول عفاش والحوثي ولو لاحظت 80% من قبل محافظة الصنعاء وهي القبل المحيطة بالأمانة كثيرهم ليس مؤيد لهذا الإنقلاب الغاشم ولا العلي عبدالله الصالح والحوثي فهم كلهم أما في مارب أو خارج البلاد وستمعهم قريبا كثير من الشيوخ الكبار يعلنوا تأييدهم للشرعية وستنتفذ قبلهم بالكامل إن شاء الله ونحن كما ذكرنا آنفا كل ما يأخرنا عن التقدم والحسب هو نحن نريد معركة بأقل الخسائر لا يحصل هناك دمار أكثر فالحاصلة الآن عندنا في نهم كثير من المنازل تفجر كثير من المزارع تحرق وهذا بسبب سير المعارك هناك نحن بصدد أن تمشي المعركة وأن نخفف على عاسق المواطنين كثير من الأعباء من دمار المنازل والمزارع ونحن أملنا في الله عز وجل ثم في الجهود والجان التنسيق في كل قبيلة وفي كل مزيرية بأن تتوج هذه الأعمال حقهم بالنجاح وقد لمسنا كثير من التجاوب كما ذكرت لك آنفا مع كثير من شيوخ القبل ومستعدين ومنتظرين بفارغ السبر لإسحامهم بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية وضحت السورة سيد محمد انهيارات عظيمة وجسينة وستتقدم المعركة بسلاسة في كل المحاور إن شاء الله نعم إذن الناطق أو عضو مجلس مقاومة صنعاء السيد محمد عيض كنت معنا عبر الهاتف من الرياض شكرا جزيلا لك نعود إلى الدكتور سمير الشيباني دكتور تحركات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق علي محسن الأحمر ونشاطه في محيط صنعاء القبلي هل يمكن أن تسهم في التسريع في عملية استعادة العاصمة صنعاء؟ بالتأكيد سيلعب ولابد أن يلعب الآخر اللي وعلي محسن دور كبير في تفكيك أولا هذا التحالف الذي كان سائدا ولعهد طويل بين أبناء القبول المحيطة بصنعاء وسلطة علي عبدالله صالح الفاسدة والمستمدة التي في الحقيقة استغلت أكثر الأساليب يعني أستطيع أن أقول ندالة وهي أساليب التفريق بين القبائل أنفسها من أجل إضعافها والقيام بحكمها وعزز دور قبيلة على قبيلة أخرى حتى يستطيع أن يتحكم من خلال ما تصوره ما تصوره هو سيطرة على القبيلة الكبرى أنها ستكون وسيلة مهمة من وسائل تثبيت حكمه لفترة طويلة بالتأكيد علي محسن هو العارف الوحيد باعتبار أنه كان الرجل لا أستطيع أن أقول الثاني وإنما أقول الرجل الأول باع في الدولة أيضا كان الرجل الأول على الإطلاق بعد المرحوم الشيخ عبد الله بن حسين الحمر في القدرة على التأثير على أبناء القبائل لا سيما القبائل التي ينتمي لها علي عبد الله صالح والتي كانت تعتقد أن بقاء علي عبد الله صالح أو جزء منها كان يعتقد أن بقاء علي عبد الله صالح فيها استمرار لحالة استقرارهم وفائدتهم من الارتباط بالدولة نعم دكتور نحن علي محسن من سنحان بالتحديد وهو شخص يحبى باحترام كبير داخل سنحان هذا سيؤدي إلى بروز منافس كبير لعلي عبد الله صالح الذي يمتلك للأسف الشديد خاص المال الكبير الذي يستطيع أن يشتري به الضمام وبالذات داخل سنحان أتصور وجود علي محسن أيضا بقدراته العسكرية وبمعرفته بالقضايا القبلية وبالأعراف والتقاليد القبلية يستطيع علي محسن أن يساعد إلى حد كبير في إحداث تغيير استراتيجي أستطيع أن أقول في عمق الحاضنة الصالحية لأن الآن العدو الأساسي في الحقيقة أكثر حتى خطورة من جماعة الحوذي هو علي عبد الله صالح الذي صاد في الحقيقة كالمسعور يتمسك بالسلطة لأنه بات يعي تماما أن بقاء العزوة مع زوال السلطة أمر لم يعد وارث لأنه قد تنازل عن هذه الفرصة التي قدمت له تنازل عنها طوعا وكبد أبناء الشعب كثير من الخصائر والمغارب أفضل بهذا الحصانة التي منحت له في اتفاقية مجرس التحاون تنازل عنها ولهذا هو يعرف يقينا أنه لم يعد هناك مجال الحديث عن حصانة وسيقاتل بشكل شبث حتى آخر نحلة ولكن أعتقد أن لللواع علي محسن سيكون دور حاسم لتقليل خطورة هذا الرجل نعم دكتور ولكن لنبقى في معركة صنعاء بسؤالنا الأخير هل يمكن أن تكون محطة أو صنعاء معركة صنعاء محطة أخيرة في مسار الحرب مع الميليشيا أولا إن حسمت معركة صنعاء وتمت استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء هذا يعني أن الدولة قد تم استعادتها حتى وإن بقيت قيوب مقاومة لعلي عبد الله صالح والحوثي هنا وهناك لما تحمله العاصمة من رمزية نعم أتصور أيضا أن سقوط المركز المقدس في صنعاء لجماعة الحوثي وجماعة علي عبد الله صالح سيؤدي تلقائيا إلى نيارات داخل الجبهات الخارجة التي تتواجد الآن خارج إطار صنعاء وبالتحديد جبهة تعز أعتقد أن سقوط صنعاء سيؤدي إلى السقوط التلقائي لمناطق تعز لأن مقاومة القوى الشرعية والجيش ستكون غير مبررة على اعتبار أن الدولة قد سقطت فيها الشرعية بالكامل باعتبار أنها قد أمسكت برأس الدولة نعم تحمل صنعاء معنى رمزي هام في حسم المعركة في كل مكان نعم إذن الدكتور سمير الشيباني كنت معنا عبر الهاتف من لندن شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين بهذا نكون قد وصند إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي عبر الهاتف من عمان الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج وأيضا محمد عائد عضو مجلس المقاومة مقاومة صنعاء والدكتور سمير الشيباني من لندن والشكر أيضا للطاقم الفني في العمل وأيضا لمعد الحلقة الزميل محمد القاسم والشكر لكم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة إلى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة